ماذا فعل يزيد بعد قتل الإمام الحسين بأهل مكة والمدينة؟ بعد وفاة أبيه معاوية حاول يزيد أن يأخذ البيعة من المسلمين له بالقوة والإكراه فكتب إلى عامل أبيه على المدينة خالد بن الحكم يخبره بوفاة أبيه ويطلب منه المبادرة إلى إجبار الناس على البيعة له وأخذ الأيمان المغلظة عليها كتب يقول بايع لنا قومنا ومن قبلك من رجالنا أو بايع لنا قومنا ومن قبلك من رجالنا وليكن أول من يبايأك الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن زبير هؤلاء زعماء المسلمين كانوا ويحلفون على ذلك بجميع الأيمان اللازمة ويحلفون بصدقة أموالهم غير عشرها إذا نكثوا البايع يعني وجزية رقيقهم وطلاق نسائهم باستبات على الوفاء بما يعطون من باعتهم كما يقول ابن كتيبة دينوري في كتابه الإمام والسياسة جزء واحد صفحة 175 وكما هو معروف فقد رفض الإمام الحسين البيعة ولجأ إلى مكة ثم خرج إلى العراق بعد أن كتب إليه أهل العراق يحثونه على القدوم عليهم إلا أن جيش يزيد قتله في كربلاء مع أهل بيته وسبعين من أصحابه في العاشر من محرم سنة واحد وستين للهجرة ولما قتل عبيد الله ابن زياد الحسين وبعث برؤوسهم قتل الحسين وأهل بيته يعني وأصحابه بعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية فسر بقتلهم أولا وهو كان أمر بذلك وحسنت بذلك منزلة عبيد الله عنده ثم لم يلبث إلا قليلا حتى ندم أو تظاهر بالندم على قتل الحسين وذلك بعد أن استعظم الناس قتله وأخذ العنون قاتله وهو يزيد أيضا أخذ يلعن قاتله كما يقول الطبري يلعن قاتله ابن مرجانة ابن زياد يعني عبد الله بن زياد ويلقي باللوم عليه ويتهمه بزرع العداوة والبغضاء في قلوب الناس ضده ولكنه لم يتخذ أي إجراء عقابي تجاهه أبقى في مكانه أيضا كما يقول الطبري في تاريخ الأمم الملوك المجلد الثالث صفحة 365 ولم تلبث المدينة المنورة أنثارت على يزيد بقيادة عبد الله بن حنظل الغسيل الأنصاري واستقل عبد الله بن الزبير بمكة يقول الطبري أن معاوي لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له أن لك من أهل المدينة يوما فإن فعلوا فرمهم بمسلم ابن عقبة أو عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته لنا فأرسل يزيد مسلم ابن عقبة إليهم وقال له انهض إلى ابن الزبير في مكة واتخذ المدينة طريقا إليه فإن صدوك أو قاتلوك فاقتل من ظفرت به منهم وانهبها ثلاثا فإذا قدمت المدينة فمن عاقك عن دخولها أو نصب لك الحرب فالسيف السيف أجهز على جريحهم وأقبل على مدبرهم وإياك أن تبقي عليهم وإن لم يتعرضوا لك فامضي إلى ابن الزبير كما يذكر ذلك الطبري في تاريخه في المجلد الثالث صفحة 353 والدينوري في الإمام والسياسة جزء واحد صفحة 179 ولما كانت المدينة في طريعة الثائرين على يزيد اشتبك مسلم مع أهلها في حادثة شهيرة تسمى واقعة الحرة ودخل بعدها المدينة وأعمل في أهلها السيف فقتل يومئذ من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس سبعمائة رجل وسائرهم إذا قتل في كربلا سبعين قتل في المدينة سبعمائة من المهاجرين والأنصار وسائرهم من الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان وقتل بها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ثمانون رجلا ولم يبقى بعد ذلك بدري أبادهم تماما ثم انتهبوها ثلاثة أيام كما يقول الدينوري في الإمام والسياسة جزء واحد صفحة 188 والسيوطي جلال الدين في تاريخ الخلفاء صفحة 194 و195 ودعا مسلم ابن عقبة أو عقبة الذي أصبح يعرف منذ ذلك الحين بمسرف ابن عقبة دعا الناس للبيعة على أنهم خولوا ليزيد ابن معاوية عبيد يعني يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء فمن امتنع من ذلك قتله كما يقول الطبري في تاريخه مجلد الثالث صفحة 359 ومضى مسرف ابن عقبة بعد ذلك صوب مكة لحرب ابن الزبير فمات في الطريق وذلك سنة 63 للهجرة ولكن الجيش استمر إلى مكة فحاصروا ابن الزبير ونصبوا المنجنيك على أبي قبيس جبل أبي قبيس يرمون الكعبة كان متحصن فيها عبد الله بن الزبير فجاءهم الخبر بموت يزيد ابن معاوية وانصرفوا وكفر الله المؤمنين القتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر